تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن إنجاز حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة شرعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في أعمال المرحلة الأولى من تطوير شارع الشيخ حمود بن صباح في الرفاع بالمحافظة الجنوبية وأكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن مشروع تطوير شارع الشيخ حمود بن صباح رابط رئيسي بين شارع الرفاع والرفاع الشرقي والحنانية كما أنه سيخدم 67 عقارا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والمدارس الحكومية في المنطقة التي تشهد كثافة سكانية عالية وأكد سعادته بأن الوزارة تعمل على تطوير شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين لضمان سيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع